زي النهاردة من كل عام العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للشوكولاتة ده احتفال سنوي بيقام خلاله الكثير من المهرجات والفعليات في العديد من دول العالم خلينا نتعرف على فائد الشوكولاتة وازاي نستمتع بيها من غير مخاطر صحية ومن غير منزيد في الوزن مع دفنا دكتور رومي صلاح الدين أخصائي التغذية العلاجية صباح الخير يا حداك يا دكتور نورنا في صباح الخير يا مصر مرسي صباح نور صباح الجميع اهلا بيك خلينا نعرف منك مبدئيا الشوكولاتة هل هي أصلا مفيدة ولا مضرة طبعا مفيدة الشوكولاتة لها مميزات عظيمة جدا بس خلينا نوضح للناس اين هو من عنوان الشوكولاتة ما هو لسه بقى هنقول له لفظ الشوكولاتة بس بييجي في الناس دماغها حاجة معينة لا احنا ما منذكر الشوكولاتة فاحنا منتكلم على الكاكاو ايا كان تركيزه بقى يعني لو منتكلم بقى لا ما منيجي الناس بتسمحها دايما يقولك الشوكولاتة الدارك او الشوكولاتة الداكنة هو ده المسمى للفظ الكاكاو بدرجاته بقى من اول مية في المية وانت نازل لغاية خمسين في المية وخمسة واربعين في المية لكن الشوكولاتة اللي هي غير مصنفة كتركيزا للأسف دي بتبقى عليها سكر وعليها مواد تانية ودي اللي هي بقى بتجني ثمار بقى زيادة الوزن وبتاخد الأضرار أكتر من فكرة الفوائد لان نسبة الكاكاو بتبقى أصلا قليلة فلما نذكر كلمة شوكولاتة فاحنا بنتكلم على الكاكاو الخام تمام هي دي القيمة الغذائية اللي موجودة طب الكاكاو ده بيقدم لي ايه واحنا نقوله دلوقتي معاك من اول سبعين في المية في ما فو دي حاجة كويسة جدا الكاكاو ده بيعمل ايه وظيف مخ زي الفل وظيف كبت زي الفل صحة ومناعة زي الفل صحة شرايين زي الفل الكاكاو بيعمل كل ده لما بنبدأ بقى نزودها عن حدها ونزود الموضوع ونبدأ نهتم بالكمية لانها للأسف مرتبطة بالسعادة شوية مرتبطة انها بتقلل الاكتئاب بتحسن المزاج لمجرد انك تسمع سيرة الشوكولاتة بيجي في دماغك الهدايا بيجي في دماغك السعادة اللي بتقدمها الشوكولاتة فانت ممكن ما يكفكش عبار واحد فانت بتلاقي نفسك اثنين وثلاثة واربعة والحاجة الحلوة بيجيب حاجة حلوة فتلاقي نفسك كالت كمية بدأت تخرج بقى من نطاق القيمة الغذائية والفايدة للمساوئ بقى اللي ممكن تحصل للكاكاو لما بيزيد عن حده ولفكرة زيادة الوزن اللي هي بتعملها الشوكولاتة كل الأسف انا كنت متوقع انك تجي في شوكولاتة معاكم انت جاء عشان نحتافل زي الناس ما بتحتافل بس على ما يبدو كده انك خايف علينا على ما يبدو انك خايف اهو تقريبا طيب السعرات الحرارية يعني احنا زي ما حضرتك ذكرت كده ان احنا مش بناخد قطعة واحدة ولا بناخد شوكولاتاية كاملة احنا ممكن تفتح الدنيا معنا صعرات الحرارية ادي ايه خلانا نقول ان هي مش اللعبة زي ما قلت لك لفظ الصعر الحراري ده مرتبط بالمكون اللي موجود جوا يعني انت اللي تجيب الشوكولاتاية الشوكولاتاية العادية اللي احنا بناخدها دي سيبك من الدرك دي لان احنا ما بنحبهاش طالما ما فيهو السكر فما بنحلوهاش دي مدرع خلاص بقى احنا بنتكلم في ضرر لك احنا شازل انت عايز تروح حتة احنا شازل نروحها لا خلاص انا معاك ان فيها ضرر والله بس يعني الحد المسموح بي قد ايه مسح خلينا نقول من مكعب لمكعبين من الشوكولاتا العادية ومش عايز دا يتاخد على مش عايز دا يتاخد على لساني كدكتور تغزية ان يجي يقولك دكتور تغزية قالك ان انت تاكل الشوكولاتا دي للأسف قيمة غذائية هي الفكرة كلها لعبة ايه لعبة طعم انت متعود انك تاكل الطعم ده بالصورة دي فيه ناس بتاكل الشوكولاتا في صورتها 80 و90% لما بتيجي تسألهم يقولك انا كنت زمان باكل الشوكولاتا في الصورة العادية والموضوع بدأ يجي 50 60 70 75 لغاية لما وصل ليه هو الموضوع موضوع تعود انت لما بتتعود لكن انت للأسف ضايت نظام غذائي عايزة خس فتلاقي نفسك بتاكل شوكولاتا دا كده الدكتور قال في اجري اجيبت 99% طعمها بشع اصلا مش هتقدر تاكلها فانت بيبدأ خلاص اللاوعي بتاعك يستوعبني بيكراني في كل حاجة بالضبط خلاص انا مش مستمتع انا جاي عكن على نفسي لأ راح اجيب بقى الشوكولاتا ما انت برضو متروحش لل90% على طول هي دي الفكرة اللي انا عايز اوصلها هي فكرة الشوكولات الدركة بتتدرج واحدة واحدة لكن تقول لي عشان تقول لي سعرات حرارية فانت بتتكلم الجرام فيها اربعة سعر حراري من السكر بس ما بقى شوية اللبن وشوية الاضافات اللي موجودة غير الكاكاو غير 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 ومصائب كتير او هتلاقي نفسك برض الشوكولاتا في الاخر بيعمل لك رقم مقدر وتقريبا ياخد لك وجبتين في خلال اليوم لو جينا حسبنا اللعبة لعبة سعرات حرارية لكن لو جينا تكلمنا على معدل جليسيمي للأكل هي حاجة بترفع الانسولين ترفع سكر الدم سيادتك ممكن تبع عرضة لو مريد سكر هي ببعندك مشاكل مقاومة انسولين تزيد هتدخل العوامات هتكبر الدنيا اكيد مش أنا اكيد انت مش اصدق علي هو غالبا شاز لي فاكل التسايم في الماء هو بتكلم بشكل عام لا هو بشكل عام على العوامات مش هكل عام بس هو بالنسبة للتسايم وغالبا شاز لي فاهم من التسايم في الماء دي نسبة الخسان يعني مش نسبة الكاوف هروح للتسايم في الماء على طول بمسبة الكاكاو الموجودة جوه الشوكولاتة تدريج ودرجة الكاكاو الموجودة جوه الشوكولاتة وهي دي اللي بتقدم لك القيمة تمام؟ يعني بنتكلم عن الفواد اللي احنا ذكرناها في الأول كصحة المناعة أو صحة القلب لأنها بتحسن من وظائف القلب الناس اللي بتعاني من مشاكل في الكوليسترول دايما في النظام الغذائي بتاعها بيبقى موجود الشوكولاتة الدارك أو موجود الشوكولاتة في النظام الغذائي بتاعها بتحسن بصورة كبيرة جدا الناس اللي تعرضت للتصلب شراييني الناس اللي تعرضت لمشاكل في القلب ووظائف القلب بنكتب لها الناس اللي بتذاكر في السنوية العامة بنكتب لها شوكولاتة الناس اللي عايزة تستدعي زاكرة وتستدعي حاجة لوظائف المخ بنكتب لها شوكولاتة لو ما عندهاش مشاكل لانها الشوكولاتة برضو لها أضرار طبعا مقارنة بالقيمة الغزائية اللي هي موجودة فيها الشوكولاتة بتعمل ارتجاعي الناس اللي عندها صمام المريء في مشكلة أو الناس بيحصل لها ارتجاعات بصورة منتظمة وبيحصل مشاكل الشوكولات هتبقى حاجة مستفزة للموضوع ده فيحصل الارتجاع الناس اللي عندها مشاكل في حصوات الكلة تكوين حصوات الكلة الكاكاو للأسف حاجة من الغنية بالأجزلات والأجزلات دي حاجة بتستفز تكوين حصوات الكلة فهي سلاح زوحدين لكن هي متعة هي متعة واليوم العالمي للشوكولاتة ده تعامل مخصوص عشان يفكروا الناس بالهدايا مش بالشوكولاتة اه يعني طيب اعتقد وضحة الصورة بالنسبانك بس هل فعلا ليها تأثير على الحالة المزاجية؟ طبعا طبعا تستفز هرمونات السعادة بصورة كبيرة جدا انا بقولك انت مجرد ما بتذكر اسم الشوكولاتة مخك بيبدأ تحصل تلاقي مزاجك بلا طب لو حد ما بيحب فيه ناس منها لها فجأة في الشوكولاتة ما هي بتبقى اللعبة اللعبة بتسكريات بقى بيبدأ يتعوض دك فيه ناس ملاحش في السكريات على فكرة برضو طب ما دي حاجة حلوة على فكرة الدهون برضو مستفزة الهرمونات السعادة اه يعني مش بس الشوكولاتة مش لازم تبقى حاجة عشي لازم تبقى حاجة عشي جمعنا لو كل واحد مخنوق شوية راح كالشوكولاتة احنا مش هنلاحق ما هو انتاج من اكبر احنا مش هنلاحق ايه في حياته او لو هو كده بتبقى على فكرة الدهون بتستفزة هرمونات السعادة فالناس اللي هي بتروح تاكل حاجات المحمرة انا من الناس اللي الدهون بتستفزة هرمونات السعادة بزرق مش الشوكولات بس انا خلي الناس سجوء اه اه الحاجات دي كلها نعم نعم نحن اليوم العالمي للسجوء ونحتفل مش هجر حاجة وبرضو هرمونات السعادة وانتكلم عن فوائد السجوء والقصة دي كلها فانت بتدور عليه على فكرة رياضة بتستفزة هرمونات السعادة بتخليك موصول ممارسة الرياضة تمام بتقفلش ع نفسك وانزل تماشى ولعب رياضة ومارس نشاط ده بيأثر على الجسم بصورة كبيرة جدا هي الفكرة كلها انت عتحط نفسك في انهي دايرة يعني انت عايز تخرج عايز تبقى انسان صحي ولا انسان والاكل بيجيب اكله والحاجة الحلوة بيجيبها حاجة حلوة كبيرا عايز تحافظ على النتاج اللي انت وصلت لها ده حي ولفظ النظام الغذائي لفظ مهم جدا الناس تبقى دايما في دماغة فكرة الضيط او النظام الغذائي اللي هو هيكل جبن قريش وهيكل سلطة مرتوت بالخصصان بس وهيتعذب ولازم يخسه ولازم يطلع عينه ويجي في اخر الاسبوع يطلع على الميزان لا خالص مجرد تنظيم الاكل نفسه في حياتك اليومية بيفرق في الصحة بدأنا نهتم بالصحة الغذائية بدأت لقي جهاز المناعة عشان كده احنا جايين نهاردة نتكلم على الشوكولاتة لان الشوكولاتة من الحاجات اللي بتساعد جهاز المناعة بصورة كبيرة جدا فهي لو خدمها طب المسموح بيها اي بقى لو هنتكلم على دايك شوكولات او اللي فيها نسبة كاكاوة عالية اللي هي لو هنتكلم بقى الصحية بنسبة 100% ولطعمها لطيف ومقبول بنتكلم على 70% فدي لو هناخد منها من 4 ل 5 مكعبات في اليوم ما بين واجبة الفطار وما بين واجبة الغدى هتبقى حاجة لطيفة جدا دي السادة ولا اللي بيقى فيها حاجات فيها اللي بيقى فيها ناطس او مكسرات يعني دي على فكرة اضافة المكسرات دي حاجة اضافة للقيمة الغذائية بتاعتها وفي نفس الوقت بتشبع فانت لو هتاخد مكعب او مكعبين قبل الواجبة الرئيسية بتاعتك بتلاقي نفسك داخل على الواجبة الرئيسية شبعان ومبسوط والدنيا تمام لابا منضفها على القهوة الناس اللي بتبدأ تضيف الشوكولاتة على القهوة وبتبدأ تسياحها في القهوة وبتشربها ده بتفرق كتير جدا في صحة الدورة الدموية في صحة الشريم في صحة القلب وفي نفسك محطش سكر بقى للقهوة وبتشبع ما هي فكرة سكر ده او يعني اصد ان احنا حطينا مكعب شوكولاتة في قلب القهوة فمش هنحطه ده وحط سكر كمان اه انا بقول لك ما نحط نقوم نجري كده اسبوع ورا بعد لأ انت فكرة الطاقة دي كلها هتعمل بها ايه يعني ايه الشوكولاتة كفية هتقلل لك فعلا احتياجك كفكرة بديلة انك تستخدم السكر وفي نفس الوقت زي ما قلت لك هي ممكن تبقى حاجة تشبعك ما تخليكش تخش على الواجبة الرئيسية جعان ما تاكلش سجوء كتير نفسك مبسوط ايه ايه فبياكل سجوء وشوكولات عين اليوم العالمي للسجوء نعم بديلة خليج داخل على الواجبة الرئيسية بتاكل مرتاح مبسوط شبعان بتفرق جدا في طاقتك وبتستفيد فعلا تستفيد باليوم العالمي للشوكولاتة لكن لو زادت عن حدها للأسف بقى بنتكلم بقى على الأضرار اللي منها زيادة الوزن ومنها السمنة وحاجات كتير جدا شوكولاتة البيضة في البعض بيقول ان هي أخاف شوية من الشوكولاتة التانية في صوراتها الحرارية او في أضرارها بشكل العين لا هي أضرار واحدة هي الفكرة كلها بني بحسن سكارها أزيد هي الشوكولاتة البيضة ما هي لو انت هتجيبها مش هتجيبها خام او رئيسية هتلاقي نفسك بيتضاف عليها سكر دي بيتضاف عليها سكر دي بيتضاف عليها سكر بنسب مختلفة حسب البرند اللي بتتبع منه بس هي تصنف في الأول وفي الآخر شوكولاتة هي حتتعامل نفسها معاملة الكاكاو بس دايما بيبقى الميل ناحية الكاكاو الخام لأنه قيمته الغذائية أعلى بكتير من فكرة الشوكولاتة البيضة لكن الغذائية بتاعته مفيدة بكام على قيمة غذائية مش كسعارات حارية مش على تخن بقى وخسسان فهم قصدي لكن لو بكتر شوكولاتة الخام اللي بتدخل في الكيك والحاجات دي دا ننتوصل لأعلى لفل بقى كده خلاص دا كاكاو الخام لو بيدخل في الكيك دا كاكاو الخام لو ما تقدرش تاكله بشكل المباشر دا كويس دا 100% موضوع دا كاكاو خام يعني لو ما عندكش مشاكل مع الحصوات الكلة أو ارتجاع المريء فدي هتبع حاجات كويسة جدا بس في الكيكة يعني ما هو في الكيكة كاو خام في الكيكة مش عارف مش هتعدي دي كمان لكل هاصل لما هي بتتطحم بقى فليها مليون حل بس احنا مش هنوصل للمرحلة دي احنا هنيجي للـ 70% حل كافة المؤمنين اشهر القتال انا كلها طعمها لطيف طعمها جميل جدا لو بنضيف عليها شوية مكسرات بتبقى حلوة وكاقيمة غذائية وعلى فكرة مش باعة وبتفرق كمان في المود لو حد بيعمل دايت بتفرق كتير جدا في المود وفي بعض الانزمة الغذائية زي فيه نظام اسمو سيرت فود دايت النظام دا معتمد اعتماد كله على الشوكولاتة الدار كجزء اساسي من النظام الغذائي بتخسه صحي تكتبك كويسة ومزاجك بيتحسن وهي دا اللي احنا عايزين نوصل بها طيب دكتور هل فيه علاقة يعني فيه ناس بتطبخ الشوكولات او بتستخدم الشوكولات في الطبخ هل دا بيؤثر على قامتها الغذائية او بيفرق في القيمة الغذائية التسخين ما بيقللش من القيمة الغذائية بتاعت الشوكولاتة او الكاكاو بس احنا دايما بنحبزها ناخدها في صورتها هي مرت قردي لما وصلت للضغط ومرت على مراحل تسخين ومراحل عشان تقدر توصل للقلب دا فده ما بيقللش من القيمة الغذائية بتاعتها خالص طب هل ليها وقت يعني مثلا اضرارها مثلا ممكن تزيد لو كنتها بليل او على الصبح كزيادة وزن ولا كأدرار صحية اللي اتنين لو أدرار صحية زي ما قلت لك انت لو شخص بيعاني من ارتجاع مريق شخص بيعاني من التعبات في المعدة شخص بيعاني من حصوات في الكلة فانت خلاص دا كونتر اندكيشن دا ممنوع ان هو يستخدم الشوكولاتة كجزء اساسي من يومه لكن لو بنتكلم بقى كنحية زيادة وزنة او خساسان فطبعا بدايما بنبعد عن الحاجة اللي فيها سعرات حارية عالية او عنيفة بالقوة دي او حاجة بتدي طاقة بنبعد طبعا عن نص اليوم الاخير يعني ما نحبسش ان هو ياخدها وهيبقى خلاص يومه بيخلص نشاطاته خلصت هينام فانت مش مضطر تاخد كمية الطاقة العنيفة دي لكن لو شخص في بداية يومه خد فطاره لطيف وبعد الفطار بساعة او ساعتين هياخد الشوكولات بتاعته والقهوة فده هتدي طاقة هتخليه مبسوط هتخليه حتى يروح شغله هو مرتاح نفسيا بتفرق كتير جدا في الناحية النفسية وزي ما قلت لك كل ما بينقربها من الوجبة كل ما بتديك ميزة كمان زيادة ان هي بتخليك شبعين داخل على الوجبة مش حاس ان انت جعين مش هتاكل كمية كبيرة دنيا بتمشي كده طيب الاطفال بقى دكتور تفرق لو اكلناهم مثلا دويت شوكولات او يعني شوكولات الغمقة او اللي فيها نسبة كاكاو أعلى او الشوكولاتة الثانية يعني هل الاطفال اصلا بيحبوا الشوكولاتة الغمقة؟ ما هي الفكرة فكرة الحب دي بتيجي من التجربة ما تبقاش انت معودها على الشوكولاتة العادية بكمية السكر العنيفة اللي موجودة فيها تيجي تقول لي الله حبيبي هأكلك دركة شوكولات ففرق الطعم مرعب لا انا اقوله هي دي الموجودة انا لسه خياره لا هي الفكرة انت عودته هي انت ما بتعوده لما بتدي استطعامه لفكرة الكاكاو ياخده مثلا بنسبة 70% تيجي تدوأوا الحاجة اللي فيها سكر عنيفة مش هيتقبلها اصلا تبقى بنسبة له كطعم كفليفر مش اللسان بس هي الشوكولاتة بقى دي مفيدة لي اللي هي الاطفال هم نتكلم على اللي فيها نسبة كاكاوة عالية اه طبعا مفيدة جدا 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 للاطفال وبتمثل وجبة رئيسية لو بيروح للمدرسة تحطله في اللانش بوكس حاجة من الحاجات المهمة جدا وكاقيمة غزائية عالية جدا لكن هي الفكرة كلها زي ما قلتلك هو بيبتدي منين هو هيكل كمية قد ايه وهيكل انهي طعم عشان نقدر نقول هو متعود على ايه لكن زي ما قلتلك ما تحطهوش بابين نارين حاجة طعمة حلوة ومسكر وتيجي تقوله يلا هأكلك كاكاوة خام لا هو مش هيستوع بالفكرة ده اللي حصل معي بالظبط من البداية اه لا هو جربها قريب يعني اللي هي اللي اتنين انا عطلان عند السجوء فكرة عظيمة لا ما هي الفكرة كلها زي ما قلتلك انت بقى بتيجي في مرحلة يلا بقى يا حبيبي عشان تاكل الدارك الشوكولات حتى لو انت كبير الفكرة بتبقى بالنسبة لك مش مقبولة فأي أم عايزة تتعدي الخطوة دي مع ابنها ابتدي من الكده هتعلي مناعته هتحسن الدورة الدمية بتاعته ولو بلعب رياضة بمارس رياضة لو خد الدارك الشوكولات قبل ممارسة الرياضة بساعة هتخليه بيمارس النشاط بصورة كويسة جدا تديله طاقة تخليه وقف على رجله يعني احنا على أي حال دكتور رامي الحقيقة بنشكر حضرك طبعا شكرا جزيلا دكتور رامي صلاح الدين اخصائي التغذية العلاجان وارتب سبع الخريب واصر وبندقوا الناس كلها نهم يبعدوا عن الشوكولاتة اللي مليانة سكر ومليانة حاجات مضرة ولو حابين يبتدوا كده واحدة واحدة يتعودوا على الشوكولاتة الخام او يعني يبتدي بالسبعين في الماء زي ما انت قلت حلوة كده طبعا بنشكر حضرك شكرا جزيلا موارا تاني شكرا يا فان شكرا